قتل أو اعتقال أو ترهيب مخاطر كثيرة ومتزايدة تواجه العاملين في حقل الصحافة حول العالم تتفاقم أكثر بطبيعة الحال عندما نتحدث عن المنطقة العربية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب منظمة مراسلون بلا حدود تبقى المنطقة الأصعب والأكثر خطورة على حياة الصحفيين وقد شهدت العامل الماضي العديد من الحوادث أشهرها ربما حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خشقجي يمكن القول أن تونس هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت تقدما ملموسا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 فمن المرتبة 97 عام 2018 إلى المرتبة 72 من أصل 180 دولة شملها التصنيف أي أنها تقدمت 25 مركزا لتتصدر الدول العربية بفارق كبير بعد تونس جاءت إسرائيل في المرتبة 88 عالميا وبعدها موريتانيا في المرتبة الرابعة والتسعين ثم لبنان في المرتبة 101 ثم الكويت 108 قطر 128 الأردن 130 ثم عمان 132 وبعدها الإمارات 133 ثم المغرب 135 الأراضي الفلسطينية 137 الجزائر 141 ورغم أن هذه المراكز تعد متأخرة جدا على المستوى العالمي هناك ما هو أسوأ في المنطقة العراق جاء في المرتبة 156 تليه تركيا في المرتبة 157 ثم ليبيا 162 ثم مصر 163 السومال 164 البحرين 167 اليمن 168 الإيران 170 السعودية 272 جيبوتي 173 سوريا 174 وأخيرا السودان في المرتبة 175 وهي المرتبة الأخيرة عربيا وقبل خمسة مراكز فقط عن تركمانستان التي تذيلت القائمة عالميا وينضم إلينا من العاصمة الليبيا طرابلس الدكتور خالد غلام رئيس قسم الإعلام في جميع طرابلس ومن الجزائر حد حزام مديرة تحرير صحيفة الفجر ومن العاصمة الموريطانية نواقشط محمد سالم ولد الداء ولد الداء نقيب الصحفيين الموريطانيين مرحبا بكم ضيوفي الكرام أبدأ بضيفة السيدة حد حزام من الجزائر لو أردنا توصيف المشهد مشهد الصحافة وحرية الصحافة في البلدان المغاربية كيف توصفينها؟ مساء الخير أوصف أولا المشهد في الجزائر الذي بدأت فيه صحيح أن حرية الصحافة تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة خاصة في فترة حكم بوتفليقة لكن بفضل الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ شهرين بدأت هناك ثمار نضال المهنيين تظهر على الساحة الإعلامية حيث بدأت الصحافة تسترجع مكانتها وحريتها وكلمتها بعد التضييق الذي عرفته في السنوات الأخيرة حيث لم يعد يسجن الصحفيين باستثناء بعض المدونين التي عرفتها الأشهر القليلة الماضية لكن هناك العقوبات اقتصادية التي اجبرت الكثير من العنوين على أغلاق أبوابها وإخراج العشرات من الصحفيين إلى البطالة وكلها كانت فوضى عرفتها الجزائر خاصة بالنسبة لمن لم يقبلوا سواء بالعهدة الخامسة أو العهدات المتكررة لبوتفليقة أو لم يقبلوا الفساد وحاولوا محاربته بكل طرق أعتقد أنه مشهد بدأ يتضح حاليا ويتحسن ونتمنى أن يكون أحسن في المستقبل طيب سيدة حد ابقي معنا نتحول إلى الضيف دكتور خالد غلام كيف هو الوضع الصحفي في ليبيا خاصة في ظل ما يجري الآن في ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام مرحبا بك سيدة الكريمة وبيضيبك الكرام إذا ما قيمنا المشهد الإعلامي الليبي لابد أن نقف على الثماني السنوات الأخيرة بعد أحداث 2011 بعد دورت فبراير في الحقيقة مروا بالعديد من المراحل من ناحية الكم ومن ناحية تعدد وسائل الإعلام وحرية التعبير يعني بعد مشاهد أقصة من الحرية التعبير بعد نظام القدافي بالتحديد صحافة الرأي الواحد بعد القيود التي كانت مفروضة على الصحافة الليبية بشكل عام 2012 أنا أعتقد أنها كانت بمتابة شعر العسل لحرية التعبير في ليبيا يعني من خلال الكم الهائلة والحراك الإعلامي الذي شهدته ليبيا من خلال تعدد الصحف حتى وصل إلى 378 صحيفة ومجلة حتى منتصف 2014 وكذلك ما يقارب عن 20 قناة فضائية وأكثر من 200 إذاعة مسموعة على مستوى ليبيا وهذا يعتبر حراك إعلامي يعني يبشر بتنافس ويبشر ربما بقصة من الحرية التي لم تشهده ليبيا منذ الستينات ولكن للأسف الشديد لا يمكن القول أن ليبيا وصلت إلى إعلام ناجح خلال هذه الفترة من 2012 إلى منتصف 2014 حيث عمّت الفوضى في معظم هذه وسائل الإعلام في ظل غياب الضوابط وفي ظل غياب القوانين الصحفية في ليبيا لا توجد جهة ما تمنح الترخيص أو تضبط بعض وسائل الإعلام من ناحية الإدارية من ناحية القانونية في منتصف 2014 حدثت انتكاسة على مستوى الإعلام في ليبيا وهي طبعا جزء من المشهد السياسي وجزء من التغييرات التي حدثت في ليبيا في هذه الفترة والإعلام ليس استثناء هو جزء لا يتجزى من هذه التغييرات وتحولات حدثت انتكاسة على مستوى حريط التعبير في منتصف 2014 حيث للأمانة حدثت العديد من الاعتداءات على الصحفيين وصلت إلى حد الخطف وإلى حد القتل أيضا على سبيل المثال نذكر الشهيد مفتاح بوزيد وكذلك الاعتداء على الصحفي يونس رئيس تحريص صحيفة طرابلس كذلك تعدي على صحيفة ليبيا الجديدة ليبيا الحرة أيضا الوفاة أو مقتل الصحفية من مدينة سبهة الصحفية النصيب العديد العشرات في الحقيقة التي حدثت في المستوى الإعلام في ليبيا بصفة عامة ولكن من منتصف 2017 حتى نهاية هذه الأحداث المؤسفة التي الآن تحدث في ليبيا عادت الصحافة الليبية قسطا من ما شاهدته في 2012 إلى منتصف 2017 حيث عادت العديد من الصحف مثل صحيفة فبراير صحيفة الصباح أيضا في بنغازي صحيفة برنيق كذلك في سبهة صحيفة فسانية فالحراك العلامية كان موجود اليوم نتحدث على اليوم العالمي للصحافة بهذه المناسبة ونحن لدينا العديد من الصحفين في الحقيقة تم الاعتداء عليهم فهناك بعض الصحفين لازال لهذه اللحظة مخطوفين تم خطفهم أو احتجازهم لا أعرف الحقيقة بالضبط التي قامت بهذا العمل وهو الصحفي محمد القرج وكذلك الصحفي محمد الشيباني نسأل الله أن يفك أسرهم كانوا محتجزين أو محتطفين فنعتقد أن الصحافة الليبية بالفعل تمر بانتكاسة هذه الفترة ونسأل الله أن يكون القادم أفضل نعم طيب دكتور غلام ابقى معنا لنمر إلى موريطانيا نوقشت مع ضيفنا محمد سالم مولدد كيف وضع المهنة في موريطانيا في اليوم العالمي للصحافة شكرا على الاستضافة وأيضا أرحب بأسملاء معنا في هذه الحلقة نحن على كل حال خلدنا اليوم في نقابة الصحافيين اليوم العالمي لحرية الصحافة نحن في موريطانيا على كل حال لدينا مشهد إعلامي يعني فيه الكثير مما يقال بالرغم من أن نعيش حرية إعلامية أردنا ضبطها بعد ميلاد ما يسمى بالإعلام الأكتروني الذي يحتفظ كثيرا حتى يتماشى مع أخلاقيات المهنة بفعل نضالاتنا الصحفية تم إلغاء حبس الصحفيين الموريطانيين القانون الموريطاني أصبح يلغي حبس الصحفيين لكن البديل الذي ينتظرهم هو الغرامات من خلال أحكام قضائية تصدر أحيانا من هنا وهناك إشكالات المطروحة لدينا من ضمنها إشكالات تنظيمية تنظيم المهنة بحيث أن المهنة تحتاج إلى كثيرا من التأطير والتنظيم حيث تتماشى مع القوانين المنظمة لها وطبعا كما هو حال جميع بلداننا المغاربية هناك إعلام إلكتروني ضبط في بعض الدول المغاربية خصوصا المغرب لكنه أعتقد أنه لا زال يحتاج الكثير من الضبط من خلال مشاركة الصحفيين أو حسوهم وإضافة من خلال مشاركة السلطات وطبعا الإشكال التنظيمي وإشكال ضبط المهنة هو الإشكال المطروح لنا في موريتانيا بالرغم من وجود نقابة لصحفيين الموريتانيين تحاول أن تبدل جهدها في سبيل أن يمارس هذه المهنة من تتوفر فيه الشروط القانونية والمهنية لكننا أيضا نعيش وضعا في إطار التعاطي في إطار غياب أرادة سياسية حقيقية تساهم معنا في ضبط هذه المهنة وفي تلقيتها من غير مهنيين وأيضا في تقوية المقاولات الصحفية في البلد وأيضا في تكوين وتأطير الصحفيين في هذا المدان خصوصا في إطار التعاطي مع الوسائط الحديثة مفرزات تقن المعاصرة هل تحدثت عن الضغوطات هل هي فقط من هيمنة الحكومات والرقابة أم أيضا هناك ضغوط اجتماعية أو من طرف ولاءات معينة نفوذ معينة هل المشكلة الحقيقية فقط تنحصر بهايمنة الحكومات أو الضغوطات الاجتماعية في الحقيقة نحن في مجال الحريات الإعلابية نحن بلد متصدر كنا نتصدر المغرب العربي في إطار الحريات الصحفية هذا معروف لكننا تأخرنا هذه السنة وحلت محلنا تونس وكنا نتصدر العالم العربي بشكل عام في مجال الحريات الصحفية ولا زالت الحريات الصحفية قائمة عندنا بل أصبحنا ندعو إلى ضرورة ضبط هذه الحريات الصحفية حتى تكون مهنية وحتى تراعي أخلاقيات المهنة في البلد بخصوص الضغوط ليست هناك ضغوط تمارس على الصحفيين بشكل واضح ولكن هناك محاولة لتميع المهنة وهناك محاولة لإتاحة الفصة لتنظيمات تناهض أو تحاول أن توازي التنظيم الجامع للصحفيين التي تمثلوا بنقابة الصحفيين ونحن نرى ذلك نوعا من محاولة التخفيف من دور الصحفيين ومن مراقبتهم على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي طيب ابقى معنا سيد محمد سالم ملدداء وجه سؤالي إلى سيدة حد حزام من الجزائر أنتم كصحفيين جزائريين البلد تشهد الآن عملية انتقالية واحتجاجات هل لديكم توقعات أو أنتم متفائلون أن صحافة ستعبر بالأيام القادمة فعلا عن صوت الشارع نعم حتى الآن هي تعبر عن صوت الشارع في بداية الحراك كانت هناك بعض خاصة قنوات التليفزيون وبعض الصحف والصحف القطاع العمومي كانت منضوية تحت جناح السلطة خاصة كان رئيس تحريرها الفعلي هو شقيق الرئيس وبالتالي كانت تتنكر لنقل صوت الشارع لما فرض الشارع نفسه بدأت تتحرر شيئا في شيئا ثم انخرطت مع الحراك وصارت تنقل مطالبه بقوة وبصوت عالي وهذا كان بفضل الشارع الجزائري وبفضل الشعب الجزائري الذي أجبر الجميع على التحرر وعلى خاصة المهنيين بما فيها القنوات العمومية ووكالة الأنباء العمومية التي كانت سباقة للتعبير عن مطالب الشعب الجزائري وهي رفض العهد الخامسة ووجوب رحيل بوتفليقة ووجوب محاربة الفساد كل هذا كانت تتسطر عليه الكثير من وسائل الإعلام لكن بفضل الحراك تحررت وصارت شريكا في مطالب الشارع وتحملها بقوة نعم وجه سؤالي إلى الدكتور خالد غلام الآن نسمع كثيرا أخبار من صحفيين ليبيين من طرفي الصراع تبدو معظمها متباينة أو متناقذة ماذا تبقى من حرية ونزاهة وحياد الصحافة أمام الاستقطاب السياسي وسط الحروب؟ هل استمعت إلى سؤالي؟ دكتور خالد غلام هل تسمعوني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت نعود إلى ضيفي محمد سالم مولدداء برأيك مستقبل الصحافة في موريتانيا هل أنتم متفائلون لمستقبل الصحافة؟ سيأتي يوم وستصبح الصحافة فعلا محايدة ومستقلة؟ على كل حال نرجو أن يكون ذلك هو الذي ينتظرنا في المستقبل على كل حال نعاني بعض الإشكالات التي عرضنا لها في بيان صدر عنها صباح اليوم بمناسبة هذا اليوم صادر عن نقابة الصحافة الموريتانيين شخص الوضع الذي توجد فيه الصحافة الموريتانية على كافة المستويات في بعدها الاقتصادي في بعدها الاجتماعي في الإشكالات المطروحة للصحفيين أنفسهم في مجال حقوقهم المادية ومعنوية في مجال المؤسسات الصحفية في أجال حقوق الصحفيين داخل هذه المؤسسات الصحفية على كل حال الإشكال لا زال قائما وبهذه المناسبة في هذا البيان اليوم تم دقنا قصة الخطر الذي يتطلب نوعا من الاستعداد لدى السلطات لم نلمسه بعد في تغيير هذه الوضعية التي تعاني منها الصحافة الموريتانية خصوصا في مجال الضبط وفي مجال التنظيم وإيضا في مجال أيضا لأن هناك إشكالات مطروحة الآن لدى مؤسسات الإعلام العمومية خصوصا في مجال اكتتاب الصحفيين خصوصا متعاونين منهم هناك صحفيون متعاونون سنعود إليك نتحول مرة أخرى إلى الدكتور خالد غولان طرحت عليك سؤال قبل قليل فيما يخص الصحفيين الليبيين من طرفي الذين ينتمون إلى طرفي الصراع معظم أخبارهم متباينة ومتناقذة ماذا تبقى عن حرية وحياد الصحافة أمام الاستقطاب السياسي وسط الحروب في دقيقة لو سمحت نعم هو في الحقيقة يعني هو الصحفي في ظل هذه الصراع للأسف يعني نحازل أحد الطرفين يعني طرفين الصراع يعني نحن نتحدث على حرية الصحافة ولكن تم تمسؤولية اجتماعية يعني على عاطق الصحفي وخاصة بالظروف التي تمر بها ليبيا الآن أو كذلك في ظل الاستغلال الفاحش للقنوات وخاصة للقنوات الخاصة القنوات العمومية لا حرج عليها لكن القنوات الخاصة صاحبة الدعم لا محدود نعم تفضل أكمل فكرتك دكتور خالد أكمل فكرتك تفضل يبدأ أنه انقطع الخط نعود إلى سيدة حد حزام الكلمة الأخيرة لك تفضلي شكرا لك على هذا الاستضافة في الحقيقة أنا متفائلة مثلما أسلفت عن ما يحدث في الجزائر من حراك ومن تحرير الألسن ومن تحرير الأقلام لكن الكرة الآن أيضا في مرمى الصحافة التي مازالت تريد أن يتبنىها أو من يوجهها أو من يتصدق عليها لأن بقيت لمدة عشرين سنة موجهة من جهة معينة حاليا الكرة في مرمى الصحفيين الذين صاروا في كثير من الأحيان جزءا من الفيادساد المستشري في البلاد وبالتالي على الصحافة حاليا في الجزائر أن تطهر صففها نعم شكرا أشكرك حد حزام مديرة تحرير صحيفة الفجر كنت معنا من الجزائر أشكر ضيفي من العاصمة الموريتانية نوقشط محمد سالم ودد نقيب الصحفيين الموريتانيين وأشكر الدكتور خالد غلام رئيس قسم الإعلام في جامعة طرابلس ونعتذر عن مشكلة الصوت أشكركم جميعا ضيوفي الكرام أعلى نطال